حقا إنها بلاد العجائب لكن عجائبها من النوع الذي يثير الألم والحزن بما وصلت إليه في ظل من امتلك زمام الأمور في العراق دون أن يملك الأدوات اللازمة لإدارة هذا البلد بما يمثله من إرث حضاري كبير وثروات جبارة آخر العجائب ما تفتقد عنه أذهان الساسة الجدد في إقرار موازنة عام 2019 التي فاق عدد عيوبها ما بها من فقرات أولى المشكلات كانت حصة المحافظات المدمرة التي شكلت التخصيصات المرصودة لها صدمة لإهالي تلك المناطق فمحافظات كبيرة كانينما والأنبار وصلاح الدين وديالا والتي ما زالت تعاني منذ سنوات من الخراب الذي لحق بها جراء الحروب وملايين النازحين الذين ينتظرون العودة إلى ديارهم وآخرون ما زالوا يعيشون في منازل وأحياء مدمرة كل ذلك لم يشفع لها لتنال ما كانت تنتظر وكمثال على ذلك فإن ثاني كبرى المحافظات العراقية وهي نينوى لم تحصل على واحد بالمئة من حصتها من الموازنة والبالغة أحد عشر بالبئة الأمر ذاته ينطبق على محافظة البصرة سلة العراق المالية والتي ترى أن حصتها أقل بكثير مما تحتاجه لإعادة بنيتها التحتية وتوفير المياه الصالحة للشرب المشكلة الثانية تتعلق بالعجز المثير للقلق في هذه الموازنة وهو عجز ممول أساسا من الاقتراض وبالذات الخارجي منه علما أن مدينية العراق تبلغ حاليا 117 مليار دولار هذا العجز الكبير جاء من افتراض الحكومة أن سعر برميل النفط هو 56 دولارا بينما تجاوز سعره 70 دولارا منذ مدة ليست بالقصيرة وهو ما كان سيؤمن عائدات إضافية تقدر بنحو 18 مليار دولار يمكن من خلاله الاستغناء عن الاقتراض وإضافة الفائض إلى الإنفاق الاستثماري بمشاريع استراتيجية تسهم في تعزيز الصناعة والزراعة وزيادة مساهمتهما بالناتج المحلي لاستثمار وإلا فكيف يمكن لبلد أن يتطور وهو يخصص نصف الواحد بالمئة من موازنته الاستثمارية للزراعة والصناعة وهو ما يضع علامة استفام كبيرة سيما مع تخصيص مبالغ طائلة للصرفيات الحربية كتلك التي حوتها الموازنة السابقة رغم أن المعارك قد انتهت بما أثار شكوكا بأن الموازنة قد استنسخت عن سابقتها التي جاءت في ظروف مختلفة موازنة غير متوازنة وموارد ضائعة وغير مستثمرة وأموال مهدورة يذهب معظمها إلى المجهول فيما يخشى كثيرون من أن إخفاء الحسابات الختامية لموازنة 2018 قد يكرر ما حدث مع موازنة 2014 التي ضاعت سيما وأنها وقعت أيضا في وقت المجيء بحكومة جديدة